اشتركوا في القناة ان شاء الله سنبدأ بسلسلة تعلم لف البوبين بالكامل من البداية الى النهاية حتى تشغيل بالكهرباء معانا ان شاء الله رح تحترف لف البوبنات بكل التفاصيل وان شاء الله هاي السلسلة رح يكون تصويرها اوضح من الفيديوهات السابقة اللي كنت انا صورتها عن لف البوبنات خلونا نبدأ على السريع احنا عنا الان بوبين هذا لجهاز تعقيم طبعا هو دي سي 24 فولت دي سي 24 فولت هاي ما انتم شايفين هاي الاغطية وهي الفحمات او الشربون وهذا هو البوبين طبعا هو بوبين حجم صغير وسهل وانا زي ما حكيت لكم جاني قبل تقريبا شهرين يعني كان في اسلاك متقطعة يعني كان الكولكتور كأنه صاير فيه سخونة وفي اسلاك ذايبة من الكولكتور فكانت يعني طالعة من مكانها فانا عملت لها توصيل اسلاك جديدة طبعا فقط للمعلومة اذا انت صادفاتك مشكلة زي هاي الحل الها والافضل ما توصل السلك مباشرة طبعا اذا كان فيه طول السلك بتقدر توصله مباشرة بتوصله عادي لكن في الغالب بيكون ما في طول لانه السلك بيكون مقطوع فبكون قصير اه منلحم عليه سلك احنا سلك نحاس عادي زي اي سلك نحاس لف يعني سلك نحاس عادي عادي سلك معزول نحاسي التبع لف المحركات منلحم على راسه السلك المقطوع منلحم على راسه سلك ومنلفه لفتين على على عنق البوبين من هون تحت الكولكتور او اذا في معانا مجال في المجرى اه بندخله طبعا المجاري كانت مفتوحة مش مش مغلقة انا هاي اغلقتها سكرتها كانت المجاري مفتوحة فانا كنت الحم السلك وانزله السلك بالمجرى ادخله بالمجرى واطلعه من المجرى ثاني بعرف شايف سلك اذا واضح معاكم ادخله يعني افوته في مجرى وادخله في مجرى ثاني وبعدين الف ولفه وارجع على الكولكتور هاي الحركة يعني احنا بنعملها ليش على اساس احنا هنا بنلحم بالقصدير فاذا سخن الكولكتور ممكن القصدير يذوب واللحام يفصل يفصل لحام القصدير فاحنا هاي الطريقة بنبعد سخونة الكولكتور عن لحام القصدير فعشان هيك بعد من نلحم السلك هنا راس السلك بننزله بالمجرى او بنلفه لفتين ثلاث على تحت الكولكتور او بننزله بالمجرى حكيت لكم على اساس انه نبعد الحرارة الموجودة على الكولكتور على منطقة اللحام القصدير حتى ما يفك طيب اول شي زي ما احنا متعودين بنجيب دفترنا على اساس انه احنا نسجل كل البيانات واول شي بناخذ قطر البوبين على اساس ان احنا اذا اجانا بوبين اخر فارغ نسجل معلومات وبياناته بناخذ قطر البوبين وبناخذ طول المجرى وبناخذ قطر الكولكتور نفسه وبناخذ طول الكولكتور واذا بدك تاخذ البوبين طوله من البداية البوبين لنهايته بالكامل ما في اي مشكلة هاي البيانات كلها او هاي القياسات كلها هاي القياسات كلها بتستأنس فيها على اساس انه اذا اجاك في يوم الايام بوبين بنفس المواصفات ونفس القياسات مجهول بوبين مجهول انك تستأنس في لفها وبتاخذ قطر الكولكتور وارتفاعه وبتاخذ المسافة مسافة الكولكتور وارتفاعه عن رأس العمود من هون من هاي المنطقة الى بداية الكولكتور بتقيس هاي المسافة كديش هذا الشكل على اساس اذا انت بدك تغير الكولكتور وتنزل الكولكتور اخر في مكانه تنزل بنفس المسافة وبنفس مكان الاصلي هاي هي بنسجل معلومات وبعدين بناخد عدد المجاري يعني انا عندي هنا اتناشر مجرى على ما اعتقد خلونا نعدهم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داش اتناش عنا اتناشر مجرى وعنا كمان اتناشر لامة على ما اعتقد كمان اتناشر لامة خلونا نعلم لامة واحدة منهم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داش اتناشر فعلا اتناشر لامة اذا اتناشر مجرى واثناشر لامة احنا هيك فورا شو منفهم منفهم انه اللف طبقة واحدة اللف طبقة واحدة شو يعني اللف طبقة واحدة يعني احنا بنلف ملف اول شي بنوصل البداية للكولكتور بنوصل البداية للكولكتور و بنبدأ نلف مندخل بالمجرى و بنعد اللفات المطلوبة خمسة عشرين لف قد ما كانت و بنطلع في سلك النهاية في اللامة اللي جنبه في اللامة اللي جنبه في اللامة اللي جنبه هيك انتهى الملف هيك الطبقة الاولى هيك انتهى الملف تبع الطبقة الاولى الان الملف الاخر اللي بنلفه بعده بنبدأ في اللامة اللي انتهينا فيها في اللامة اللي كان اللي صار فيها النهاية بنوصل عليها البداية و بننتقل للمجرى المطلوب الان مش بننزل في نفس المجرى زي ما حكينا في الطبقتين بننزل في نفس المجرى باللف لا الان بنقدم اذا كان اللف يمين بنقدم بتجاه اليمين مثلا مجرى و بنلف الملف المطلوب وبعدها بنوصل النهاية على اللامة اللي جنبه يعني القصد انه كل مجرى في ملف واحد واصل بدايته و نهايته على الكولكتور و من الجهة الثانية بيجي ملف ثاني في المجرى يعني مش اربع ملفات في المجرى احنا كنا نحكي في اللف الطبقتين انه في اربع ملفات بنلف اول ملف في المجرى طبعا منوصله على البداية بنوصله على الكولكتور وبنلف اول ملف وبعدين منوصل للنهاية وبعدين مننزل في نفس المجرى وبنلف كمان ملف بنفس عدد اللفات وبعدين النهاية بنوصلها على الكولكتور اللي امامه لا هذا بنلف ملف واحد فقط بنلف ملف واحد فقط وبعدين الملف الثاني بننتقل للمجرى اللي بعده يعني طبقة واحدة بنسميها احنا طبقة واحدة ملف واحد في كل مجرى طبعا ملف واحد من اليمين ملف وواحد من الشمال يعني ملفين في الطبقتين بكون ملفين من اليمين وملفين من الشمال نحن عنا ملف واحد من اليمين وملف واحد من الشمال هذا بنسميه لف الطبقة الوحدة طبعا الآن بدنا ناخذ معلومات وبعد ما سجلنا كل المعلومات الآن ناخذ بيانات رح أورجيكم أنا طريقتين لأخذ البيانات بإذن الله خليكم معنا ولا تنسوا زي بوصيكم دايما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته